اهلا بكم مشاهدين في هذا المجزي الإخباري مباشرة من قناة السابعة احتضر الرئيس الأسبق اليمين زروال عن المشاركة في اجتماع المعارضة المقرر السبت المقبل ووفق لمصادر السابعة تيفي اليمين زروال أرجع سبب عدم مشاركته إلى أسباب خاصة لم يفسح عنها بعد قدم اليوم الثلاثاء كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيا وعبد الملك سلال أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيد محمد حيث باشرت المحكمة التحقيق في قضية رجل أعمال معروف ومن المتابعين فيها أربعة وزراء سابقين من بين وزيرين أولين سابقين إلى جانب ذلك سيتم تقديم وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغاني زعلان أمام وكيل الجمهورية إضافة إلى وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب والمتابع أيضا في القضية المتواجد حاليا في حالة فرر خرج مئات الطلبة مجددا ككل ثلاثاء من مختلف التخصصات في مسيرات مطالبة بالتغيير النظام ورحيل بقايا رموزه القديم حيث رفع الطلبة لافتات كتب عليها شعارات أين هي العدالة جزائر حرة ديمقراطية للمطالبة بالاستجابة الفورية لمطالب الشعب المرفوعة منذ الثاني والعشرين من ففري الفارد نهاية الموجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر